ليكو انترناسيونال المعركة اليوم تنجم تكون عندها نتائج اقتصادية كبيرة برشا على العالم نعرف اليوقت اللي نحكيه على نتائج اقتصادية نحكيه زادة كيف كيف على العباد العباد هم الاهم صحيح ولكن نراه كل شي عنده علاقة ببعضه واليوم في اللي كو انترناسيونال حبينا نرجع على تقرير كانت خدمته جريدة وحكيت فيه على الاثر المحتمل لتوسع الرقعة هذين بتاع الاعتداءات والتأثير المتاحة على التجارة الدولية الفيغارو حكيت على ركود اقتصادي ينجم يصير اذا كان يكون هناك جسما توسع للدائرة والمناطق الصراع تتنسشون انه تقاطع القارات الثلاثة هنا هو محور نجمو قولو حيوي بالنسبة للتجارة الدولية نتمنى نحكي على قناة السويس نحكي على الشحن نحكي على مرور جسما الباخيرات واللوجيستيك الكل اللي تتعدى بالمنطقة هنا نحكي على انه الطريق البحرية الرئيسية اللي تربط بين اوروبا وايسيا تنجم تصير مهددة في قادم الايامات وهذا نجم يكون عنده تداعية كبيرة على التجارة العالمية من بين السيناريوات المحتملة واللي ترتبط بأضرار محدودة نجم تأدي إلى عواقب بالنسبة للتجارة الدولية في حالة التوسع هو انه الصراع هذا يشمل أطراف كما حزب الله إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية الهنية بالنسبة لي الجورناليست اللي اكتب التقرير هذية يقول انه المسؤولين الماليين والاقتصادين العالميين متقلقين من المخاطر الاقتصادية اللي تنجم تنجر على الحرب هذية وقال انه منطقة الشرق الأوسط راهي ما يزمنش ننسيه انها تمثل 40% من انتاج النفط العالمي وبعد تتدرجوا على أسعار النفط وأسعار الذهب زدكيف كيف كي انتتي فورتما امباكتي اليوم الصراع هذية ينجم يعطى الامتادات توسكية يدروكاربور اليوم العدد كبير من البلدان قطاع النفط ما هوش بش يكون هو كهو القطاع المتضرر من توسع رقعة الصراع دونك لهنا يزمن نذكروا انه مختلف الموارد والمواد الأولية اللي تم نقلها من القارة الأسيوية إلى القارة الأوروبية كيف كيف اليوم تنجم تكون مهددة وتنجم يصير فيها إخلالات قناة السويس باركزامبل اليوم وقت اللي نحكيه على قناة السويس نحكيه على موقع استراتيجي بالنسبة للشحن البحري بيسكن نحكيه على ما يقارب 10 إلى 15% من حركة المرور دونك اليوم يزمن نذكروا انه اذا كان تم إغلاق قناة السويس وهذا يقول معنتها صحفي أنه من التداعيات الممكنة اليوم صحيح مستبعد ولكن ممكن اليوم أنه نشوفه إغلاق لقناة السويس فإنه هناك شوالي يفهم مشكلة كبيرة ورئيسية بالنسبة لأدول الأوروبية على خاطر هذي هو الممر اللي نوم الماء يتعطيه منه زده كما قلنا بين 10 إلى 15% من الشحنات البحرية سيد الجاز زده كيف كيف تحكي على الشحنات البحرية والبواغر وقناة السويس ولكن نحكيه زده في علاقة مصر في الوسط نحكيه على رابط ما بين المنطقة أو رابط في وسط المنطقة اللي اليوم فما قرار بإيقاف استيراد الغاز في خضم العدوين اللي قاعد صاير هذي حتى بالنسبة لغاز لأنه تقريبا كل شي يتوقف اليوم من يقول أنه التأثير على سلسل الأمداد العالمية بش تقعد محدودة إذا كان رقعة الاعتداءات ماهيش بش تتوسع ولكن قطاع النقل في الشرق الأوسط ينجم يعرف ضربة مضعفة إذا كان دخلت إيران على خط المواجهات حتى هي حسابات اقتصادية أخرى ولوجستية أخرى هنا في بعض النجم ونقول الخسائر اللي صارت لي مع تجراء العدوان هذي على غزة نحكي ولي من هنا لنهاية الفين وثلاثة وعشرين وبسبب الحرب على غزة العجز في موازنة الكيانة الصهيوني بشتخلت إلى ثلاثة حتى أربعة بالمية من النتج المحلي الإجمالي مقارنة بتوقعات عجز كانت في حدود الواحد فاصل خمسة بالمية فقط قبل الحرب بالنسبة لإذا كان نحكيه على نحكيه أنه خسارة عائدات الضرائب بش تكون بقيمة سبعة فاصل خمسة وسبعين مليار دولار هذي الأرقام المقدمة بشيكون هناك عجز في الموازنة العامة لسنة الفين واربعة وعشرين بشي يتوقع انخفاض النمو الاقتصادي إلى حدود اثنين فاصل ثمانية بالمية في العام هذية واثنين بالمية فقط في سنة الفين واربعة وعشرين بسبب الزيادة المتوقع في العجز بالموازنة المالية متاحهم يتوقع اللجوء إلى استثمار من سندق مالية تابعة للكيين الصهيوني وإلا حتى عالمية لتمويل العجز هذية ولي نجم يرتفع في سنة الفين وثلاثة وعشرين إلى اثناش فاصل خمسة مليار من الدولارات التعويضات اللي كي تستيمي جستما اليوم بالنسبة للضحايا المتضررين بالنسبة لهم هما من افراد الشركات تنجم تخلط حتى للأربعة فاصل خمسة وعشرين مليار من الدولارات هنا الحقيقة إذا كان نشوف بالنسبة للميتاف شركة الاستثمارات هذه اللي خرجت الأرقام تقول أن الحرب تستمر نحو ستين يوم وبش تبلغ تكلفتها المباشرة ستة فاصل خمسة وعشرين مليار دولار في شكل كلفة السلاح والذخيرة ونعش توقعاتهم من جابوها بضبط لأنه نفس الشي يقول وزير الدفاع الإسرائيلي يقول نحن ما تعمل في الحسب متاعه تقريبا وتوقعاته عملية الاستشراف في الكل هيعتبرها أو يحددها ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر وتقريبا هذه ما حكي أنت حكيت للموين هي ستين تقريبا ستين يوم نعرش على أي أساس يعطيه في التوقعات والفرضيات هذه نجمو نأكدو بالنسبة لتقرير اللي أصدرت جريدة الفيغاغو فإنه اليوم نحكي بلتو على تأثيرات كسوى على نمو التجارة التجارة العالمية نحكي على أسعار الفايدة نحكي على سوق العقارات نحكي على كل الأنشطة وكل المجالات اللي بيج تتأثر نتمن وقت اللي جيت بعد حرب روسية أوكرانية دونك الامباكت تحبش يكون أقوى من المتوقع هذي اللي يقولوا معنتها الفيغاغو توقعوا عتمتعوا ديما أسوأ معنت وقت اللي نشوفوا الامباكت أسوأ برشة على الاقتصاد العالمي وعلى التجارة العالمية ك لزافي اللي شوفناهم سابقا اكزاكتو دونك العملية معقدة ونتائج تنجم تكون كبيرة برشة أنا منذ قليل شوفت فهمها زادة كيف معطيات تقول أنه نحكيه على خسائر تقريبا تتراوح معنا توصل الامباكتو دولار يوميا من الخسائر من بعد تعرف في أغلب الأحيان وقت بعد ما يوفأ اللي نشوفه فيه لكل وقت ما يتوقف العدوان وقتها بش نبدا نجم ونحكيه فعليا على الخسائر فعليا قد يش كانت بالضبط يقى عملية الاحتساب ولو أنه حتى شيء من نجم يعوض الدمار الشامل اللي قاعدين يعيشوا فيه والباقي في الأخر فما دول الضرر يكون نسبي اقتصادي فترة زمنية وتتعدى لكن نحكيه على ناس اللي فقدوا أهليهم دمرت ديارهم حياتهم الدمرت اليوم غزة تقريبا نحكيه على دمار شامل معنتها نحكيه على أكثر من تسعالف شهي نحكيه على أكثر من 3340 طفل على أكثر من 1962 امرأة على أكثر من 460 موسن ونحكيه على أكثر ما من 20 ألف جريح حسب وزارة الصحة ومؤلم شي تقول فيها مش فقط لأنه نحكيه على شهداء وناس قاعدة تموت وصغر قاعدة تموت ويتقتلوا ولكن لأنه للأسف الشديد مشهد الحقيقة معنتها ياسر ياسر مؤلم لأنك إضافة إلى الألم أنك تشوف شنو قاعدت ساير في الناس ولكن ولت أرقام أرقام قاعدة كل يوم تخرج قائمة أرقام قاعدة تزايد فقط هذا الخيب هو أنه نوليو نغزرهم كأرقام ما يزمش نغزرهم كأرقام هو صادم لكن هذا الواقع معنا 3000 حاجة تعيسة جدا حاجة تعيسة جدا وفي ظل هذي الكل كما قلنا الأرواح راه أرواح بشرية وفما الجانب الإنساني وفما معنتها الأمور ما نجموش قد ما نحكيه وما نجمش أنه فيه لا حقهم هما ولا بشر نجم ونوصلوا الصورة كما هي عليهم معنتها بالضبط لكن في ظل هذي الكل قطاع غزة لأيام هذي في ظلام ديمس قطعوا الاتصالات للتفكير مرة أخرى كيف كيف اتقطعت الاتصالات اليوم فماش عملية التواصل تقريبا شبه منعدمة مع غزة دونك اليوم حبينا نذكروا أنه الحجم تعل القطاع الإجمالي للكهربائرة هي في حدود الخمسمائة ميجاوات ولكن المتوفر واللي كان بلوتو متوفر قبل العملية التوفيان الأقصى كان في حدود الميتين ميجاوات فقط من حاجيات أنه عندنا نذكره وهي في حدود الخمسمائة ميجاوات الهناية المعظم متاع الميتين ميجاوات هذوما كانوا يجيوا من الكيان السهيوني وشوية من محادة كهرباء غزة اللي في الخدمة متاحة يلزمها تشتغل بالوقود شيء اللي توا ماهوش متوفر الغزة تعتمد في الكهرباء متاحة على الخارج بالرغم من أنه الشواطئ متاحة كما نعرف الناس لكل غنية بالغاز الطبيعي واللي يمكن من تشغيل محطات توليد الكهرباء ولكن بتبقى الحال الاحتلال يحول دون ذلك الهناية حاجية كما قلنا غزة من الكهرباء وثرواتها الغازية ما تعتبرش كبيرة جدا ولكن اليوم العجز ولا نسبة العجز الكهربائي في غزة بلغت ثمانين بالمئة دونك ثمانين بالمئة رهو رقم كبير برشة إذا نذكروا أنه في عام الفين بريتش غاز كانت أعلنت عن اكتشاف بير غاز غزة مارين واحد على عمق ستمية وثلاثة أمتار تحت الماء وعلى بعد ستة وثلاثين كيلومتر فقط غرب مدينة غز يعني بش نعرف وبيش تعرف اللي له موجود الغاز الطبيعي اكتشفوا بير آخر غزة مارين دو اللي هو موجود على بعد خمسة كيلومترات فقط غرب غزة مارين واحد وعلى عمق خمسمية وخمسة وثلاثين متر فقط الاحتياطات هنا قدرت بما يزيد على تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي العالي الجودة وبكمية كافية لطلبية الطلب الفلسطيني وكمية أخرى للتصدير تزيدوا تفهموا مدى عمق الأزمة اليوم وقت اللي نحكي على مدينة غزة اللي ما فيهش كهرباء تعاني من عجز ألوخ الاحتياطات نormal ما تزبي حاجيات البلد ككل يعني نحكي على فلسطين الكل ونجموا حتى نصدروا منها هذا هو الوضع تقريبا ما للاسف في نفس الاتاب شنقض مع الغاز والنفط اليوم نحكي على ارتفاع في أسعار الغاز في أوروبا علش على خطر هناك أحديث على التوقعات بتوقف واردات مصر ونقطاعات الامدادات ارتفاع على الأسعار باركزمبل في هولندا وبريطانيا اللي شفناهم بيسكو كما قلنا هناك أنباء تقول أنه فما توقف على واردات الغاز المصرية وبالتالي بشيكون هناك تأثير على الصدرات امتاحة لكن ناخد بعين الاعتبار اليوم برودة نعرف أن الأسعار قاعدة تمشي وترتفع وفما عليش قاعدة ترتفع عقد الغاز الطبيعي سعد حق رقم قياسي في هولندا بالنسبة لشهر نوفمبر هذية نحكيه على 2.50 يورو سعد إلى 53.4 يورو هذية للميجاوات في الساعة داك عقود ديسمبر زادة كيف كيف من 2.45 يورو سعدت إلى 56.15 يورو في هولندا في بريطانيا عقد نوفمبر بريطانيا نلقا نلقا في حدود 133 بنس بالنسبة للوحدة الحرارية داك هنا كميات الغاز الطبيعي المسائل الواردة من مصر لأوروبا ما هيش مرتفعة عادة ولكن هنا تم إمكانية أنه يتم الحد منها وبالتالي الأسعار ما زلت بشتعرف يظهر لي ارتفاعات جديدة بالنسبة للغاز في أوروبا تحكي على الغاز في أوروبا زيك زيد البنك الدولي يحذر من البير حتى يغل تقال الكلام هذي يحذر من أنه أسعار النفط ممكن ترتفع لأكثر من 150 دولار للبرميل لكن هم قلوا صراع العدوان على غزة في الشرق الأوسط مش يتوسع أكثر كنت تحكيت على نقطة داية في البداية منال وكيف كيف ممكن الأسعار توا حاليا يثابت في ما يقارب 90 دولار للبرميل وممكن أنها تنخفض ولكن البنك يحذر أنه توقعات الكل تتقلب بسرعة شديدة جدا مع تغير الأوضاع وتغير المعطيات لما نعرفوش وين تنجم توصل العملية بالضبط منها هذا تقرير من البنك الدولي نذكره في تنجم تقاوم عن تتقرأ ومختلف الاحتياجات في قدم الأيام والأسعار يظهر من المهم أنه اليوم يتم أخذها بعين الاعتبار على خاطر حسب مختلف للأسف العدوان بشي طويل ومش كان الطاقة أنت حكيت على سعر الطاقة سعر الطاقة والأغذية كيف كيف كله مرتبط ببعضه بشكل مباشر خلت نحكيه على عملية نقل عملية تصنيع عملية انتاج ولكلها مرتبطة بالطاقة بشكل مباشر شكرا لك منيل نحن بعد شوية رجعين العين على المؤسس بش نمشيه مع زينب الباستي بش تحكينا على السفات وما تساوش من بعد بش نمشيه البوليفيا هذا لشنو تحكي لنا هاجر بوجمعة تختار لنا الدول لذول هاجر قاعدة تختار في الدول اللي قاعدة تبدي في مواقف ضد الكين الصهيون يقعدوا معنا رجعين ومواصل معكم تيما فيكم مقالة تحكينا حتال ماتاتين